اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشفيع ذنوبنا أب القاسم المصطفى محمد وأهل بيته المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم هذه الآية الكريمة تبين لنا بعض القواعد المرتبطة بطريقة التعامل مع الناس وبما فيهم من يسيء إلينا في التعامل ويستفاد منها أمور متعددة الأمر الأول قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ومعنى هذا المقطع من الآية الكريمة أنه لا بد لنا من أن نميز بين الأسلوب الحسن في التعامل والذي ينسجم مع القيم الإلهية والإنسانية والأسلوب السيئ الذي لا ينسجم مع الآداب ويتعارض مع القيم والأخلاق وحينئذ فلا بد لنا أن نختار الحسنة ونبتعد عن السيئة وعلى هذا الأساس تتحدث سلوكياتنا مع الآخرين يجب أن نسلك العمل الحسن مع الآخرين حتى لو أخطأوا في مقابلنا هذا لا يبرر لنا أن نختار السيئة وأن نختار ما نخرج به عن القيم والأخلاق الأمر الثاني الذي تبينه الآية الكريمة ادفع بالتي هي أحسن وقال الله تعالى أيضا ادفع بالتي هي أحسن السيئة هذه القاعدة متفرعة على القاعدة الأولى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يعني في مختلف أمورنا علينا أن ندفع الأمور نحو الأفضل وأن نأخذ الأمور نحو الأفضل وبالطريقة التي يكون فيها إحسان إلى الآخرين وفيها مراعاة وتكون آثارها طيبة ومفيدة حتى هذا الأمر يتضح أكثر نحاول أن نروح إلى بعض موارد هذه القاعدة وتطبيقاتها أولا في العلاقات الأسرية في العلاقات الأسرية أحيانا مع الأسف الإنسان فيه علاقاته فيه أموره تغلب عليه ذهنية المحاسبة شون يعني ذهنية المحاسبة يعني المخطئ لازم أعامله بنفس الأسلوب بما أنه مخطئ يجب أن إحنا يعني إفراط في المحاسبة إذن لابد أن إحنا بما أنه هذا الإنسان مخطئ نعطيه ما يستحق فنقابل سوءه بنفس السوء مثلا مع الأسف يعني مثلا إذا وجدنا في الأسرة شخص مهمل في بعض وظائفه لا يؤدي ما عليه أو شخص أخلاق سيئة في التعامل إلى حد ما فحينئذ قد نفكر بأن هذا الإنسان مخطئ وإنسان سيئ المعاملة إذن لازم نعامله بالمثل بما أنه لا يتواصل علينا أن لا نتواصل معه نقابل القطيعة بالقطيعة بما أنه لا يؤدي بعض الالتزامات المطلوبة منه إحنا في المقابل غير ملزمين تجاه هذا الإنسان ببعض الحقوق الآية الكريمة تدعونا إلى خلاف ذلك وهو أنه علينا أن ندفع الأمور إلى الأفضل شنو يعني ادفع بالتي هي أحزن مع هؤلاء عندما الشخص يخطئ عندما الشخص يسيل عندما الشخص اللي في مقابلنا يتعامل بطريقة خاطئة علينا أن ندفع بالتي هي أحزن ادفع بالتي هي أحزن أو ادفع بالتي هي أحزن والسيئة ما معنى ادفع بالتي هي أحزن معنى ادفع بالتي هي أحزن عدة أمور يعني أن نجتهد لأن نسلك الطريق الذي يكون أصلح لهذا الشخص ويكون سببا لانتباهه وإن كان هذا في عناء الإنسان من يريد وكما ذيل الآية الكريمة إن شاء الله راح نبين تبين هذا المعنى من يريد أن يسير في كل أموره بالإصلاح في معاناة عنده لازم يتحمل لازم يصير من أهل الصبر حتى لو في بعض التعب والمعاناة لازم نتعامل مع هذا الإنسان المهمل هذا الإنسان المخطئ هذا الإنسان الذي لم يؤدي بعض التزاماته بالطريقة التي تكون سبب لإصلاحه سبب لانتباهه سبب لأن يكون إنسان يغير هذا الإنسان من سلوكياته اثنين ادفع بالتي هي أحسن شنو معناها؟ أن نتصرف بالطريقة التي تكون أصلح للأسرة ونحفظ معها الترابط الأسري ونحافظ فيها على القيم والأخلاق ادفع بالتي هي أحسن يعني يبجب أن نجتهد لنحقق الطريقة التي تكون أصلح لنا جميعا من جهة أنها تقربنا إلى الله عز وجل وتجعل نفوسنا أطهر وتبعد القلب عن الأمراض المعنوية والصفات السيئة هذا معناه ادفع بالتي هي أحسن في العلاقات الاجتماعية في العلاقات الاجتماعية كما في الأسرة نواجه بعض المشاكل باستمرار الإنسان في المجتمع يواجه أصحاب الخلق السيئ مع الأسف أصحاب الخلق السيئ ليسوا قلة في المجتمع في ناس الأصل عنده تقطيب الوجه الأصل عنده هو العبوس لا يتعامل مع الآخرين بشكل حسن باستمرار نواجه هذا كثيرا ما يبتل الإنسان بمواجهة أصحاب النفوس المريضة الذين تمتلئ قلوبهم بالحقد والحسن والحسد وتحركهم الأضغان وطبعا عندما نبتلي بهؤلاء أحيانا نبتلي مع هؤلاء بالنظر إلى علاقات اجتماعية معقدة وأحيانا أثناء علاقات عابرة أو أثناء موقف عابر مثلا أثناء تواجدنا بالسوق مرات أنت واحد تشوفه بشكل يومي يسيء الخلق لا أحيانا أثناء تواجدك في السوق تواجه إنسان يسيء الخلق تجاهه يسيء المعاملة ما أخذ فكرة سيئة عنك مثلا أو أثناء قيادة السيارة أثناء ما أنت بالسيارة تشوف ناس بالشارع يتصرفون بسوق الخلق أثناء أحيانا السعي لتخليص المعاملات اللي تحتاجها في مؤسسات الدولة في غير مؤسسات الدولة قد تواجه ناس سيئين الخلق هنا إذا واجهنا ناس يسيئون التعامل معنا كيف نتصرف وماذا علينا أن نعمل الجواب نجده في الآية الكريمة أولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يعني إذا وجدنا هذا الإنسان يسيء الخلق هذا لا يبرر أن نسيء الخلق السيئة سيئة في كل الحالات السيئة تختلف عن الحسنة العمل الحسن والأخلاق الحسنة شيء له قيمة والأخلاق السيئة شيء خبيث وشيء سيئ ويسيء للإنسان علينا أن ندفع أولا أن لا تستوي عندنا الحسنة ولا السيئة وبالتالي نحن نريد أن نختار العمل الحسن الأمر الثالي علينا أن ندفع الأمور مع هؤلاء الأفضل أن نبحث بالطريقة التي تأخذ الأمور الأفضل طبعا في بعض الأشخاص يجب أن يؤدب يجب أن يوبخ ولكن عندما يخطئ طرف معاك وتريد أن تقوم بتأديبه أحيانا أنت تغضب بهدف التأديب يعني بعد التروي وبحكمة انتهيت إلى أن هذا الإنسان يجب توبيخه من باب التأديب ومرات لا لا يكون الدافع هو التأديب الدافع هو الانتقام الدافع هو الغضب المؤمن لا ينبغي له أن يندفع من حس الانتقام وحس الغضب المؤمن يمسك نفسه عند الغضب الغضب مفتاحه كل شر المؤمن يسعى لأن يتصف بالحلم المؤمن الهدف هو اللي يقوده والمصلحة المبدئية والمبنية على القيم هي اللي تقود الإنسان المؤمن وليس مجرد رزود الأفعال وبالتالي الإنسان عندما تصير ردة فعلة إيجابية هنا يدعو الناس إلى العمل الصالح من خلال سلوكياته كما في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الإجتهاد والصدق والوراء يعني من نشوف ناس يخطؤون تجاهنا إحنا اللي تحكمنا القيم ندعوهم إلى الإسلام بغير ألسنتنا ونصحح عمله بحسن خلقنا وعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا كانوا دعاة لنا بصالح أعمالهم ومجهود طاقتهم في الروايات هناك تأكيد على هذا الموضوع أنا أختصر بعض الروايات منها هذه الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عن من ظلمك يعني ماذا العفو عن من ظلمك معنى ذلك ادفع بالتي هي أحسن إذا إنسان ظلمك مو بالضرورة أنت تعامله بالمثل وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك وفي هذه الرواية الصحيحة عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي مناد أين أهل الفضل شوفوا الله يجمع الناس من آدم إلى يوم القيامة وينادى أين أهل الفضل بين كل هؤلاء يعني الله عز وجل يريد أن يكرم بعض الناس تكريم خاص واستثنائي قال فيقوم عنق من الناس يعني جماعة من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون وما كان فضلكم فيقولون كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عن من ظلمنا فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنة إذن ادفع بالتي هي أحسن الأمر الثالث في الآية الكريمة قوله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني هذا المقطع في الآية الكريمة يبين أن مو مجرد الاختلاف فقط يدعوك إلى أن تدفع الأمور بالتي هي أحسن حتى مع من بينك وبين عداوة اتعامل معاه بما يحقق نتيجتين النتيجة الأولى تعامل معه بما يؤدي إلى زوال العداوة لما تشوف واحد يعاديك لا تتصرف معاه بحيث هو يستمر في العدوانية تجاهك في حالة العدوانية إذا استطعت أن تتعامل معه بحيث اتزيل العداوة أو تخفف العداوة هذا هو مقتضى الحكمة ومقتضى التقوى والإيمان الأمر الثاني إذا استطعت أن تصل معه إلى حيث بحيث ليس فقط تزول العداوة بحيث تتولد المحبة وكأنه لم يكن عدوا في السابق بل كأنه ولي حميم ففعل ذلك إذن حتى مع من يعادينا علينا أن نتعامل معه لما يؤدي إلى زوال عداوة ادفع بالتي هي أحسن المقطع الرابع من الآية الكريمة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذه الآية الكريمة تبين الأخلاق العظيمة التي لا تكون إلا لدى من يتصف بأمرين واحد الذين صبروا أن يكون من الذين صبروا من لا يصبر من لا يتحمل لا يمكن أن يكون على قدر المسؤولية وسوف يكون أسيرا لرغباته ولذلك الله عز وجل يبين في القرآن الكريم أن الجنة هي نتيجة الصبر أن الصابرين هم أهل الجنة قال تعالى وإذا يطلع عليهم وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة الله يعطيهم أجرهم أمرين بما صبروا لأن يتحملون ولأنهم لا يدرؤون السيئة بالسيئة لا يمنعون عن أنفسهم السوء بالسوء يعني إذا واحد عامل بمعاملة سيئة هو ما يمنع السوء بأن يكون هو إنسان سيئ لا يمنع السيئة بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي ينطلق من القيم والأخلاق بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الأمر الثالث الإنفاق في سبيل الله ويقول تبارك وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائز إذن الصبر هذا نتيجة صبر الجنة وجزاهم ربهم وجزاهم لا الآية الكريمة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إذن لا يمكن أن احنا تسير الأمور بالنظر إلى رغباتنا النفسية يجب أن نقف بوجه رغباتنا حتى نتصرف بالنحو الأفضل ولذا يقول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يعني إنسان لازم يقف بوجه رغباته مو دائما عندما إنسان يخطئ لازم أنا أحقد عليه مو لازم من يعاملني خطأ لازم أتعامل معه بالأضغان مو لازم أرد عليه بردة فعل غير إيجابية وإنما يجب أن أحتضن الناس يجب أن نحتضن الناس يجب أن نستوعب الناس يجب أن تتسع صدورنا للناس الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم في مقابل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة بالنسبة لنا فإذن لابد أن يكون عندنا حالة الصبر وحالة التحمل وحالة حد لرغباتنا ومواجهة رغباتنا الخصوصية الثانية في هؤلاء الذين يدفعون الأمور إلى الأحسن أن هؤلاء أصحاب حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم يعني من أهل الإيمان من أهل الأخلاق الكريمة من أهل التقوى لديه ارتباط وثيق بالله تبارك وتعالى وبعبارة أخرى يملك المؤهلات التي تجعله صاحب أخلاق كريمة الإنسان المؤمن هو صاحب أخلاق كريمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا هناك تلازم بين التدين وبين الأخلاق ضعف الإيمان يتلازم ضعف الأخلاق يعني ضعف الإيمان وقوة الأخلاق معناها قوة الإيمان كمال الإيمان يترتب عليه كمال الخلق وبالتالي كيف نتعامل مع الناس نتعامل مع الناس بحسن الخلق علينا أن نتعامل مع الناس بما يؤدي إلى صلاحنا المعنوي أمام الله عز وجل وبما يؤدي إلى صلاح الأفراد الذين نتعامل معهم وبما ينتهي إلى صلاح المجتمع حتى أخلاقنا تنتهي إلى وجود مجتمع فاضل ومجتمع صالح ومجتمع متدين ومن هنا القرآن أو الروايات والأحاديث تطرح أدث قواعد عند الإنسان المؤمن القاعدة الأولى خوب حسن الخلق والقاعدة الثانية خطر سوء الخلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول أبا الله عز وجل لصاحب الخلق السيء بالتوبة شوفوا سوء الخلق إلى أي حد شيء سيء حتى له الآخرين أساءوا الأخلاق معنا نحن لا يحق لنا أن نسيء معهم الخلق أبا الله عز وجل لصاحب الخلق السيء بالتوبة قيل ولم يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه شوفوا المؤمن صاحب هدف أختم بهذه القصة عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه إليك تامعين عندما واجه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عمر بن ود العامري أثناء المبارزة عندما أرداه الإمام عليه الصلاة والسلام على الأرض عمر بن ود العامري تصرف تصرف سيء بصقه في وجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ابتعد عنه وكان بإمكانه أن يقتله ويقطع رأسه وهو في المبارزة كان لابد أحدهما يقتل الآخر ابتعد عنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما هو سبب ابتعد أمير المؤمنين حتى لا يكون تصرف أمير المؤمنين بداع الانتقام للنفس وبدع الغضب عندما هدأ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قتل عمر بن ود العامري ولكن لأجل الله عز وجل وليس بداع الغضب المؤمن يتحرك من خلال القيم الذي يحرك المؤمن هو القيم المبادئ الأخلاق الكريمة للإنسان المؤمن الطهارة حسن السريرة طهارة الباطن نظافة القلب خلوه عن الأمراض هذا الأمر هو الذي يحرك الإنسان المؤمن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بأن نكون من عباده الصالحين وأوليائه المقربين أن يرزقنا الأخلاق الكريمة لأن الحديث الشريف يقول وإن الخلق الحسن ليبلغ بصاحبه مرتبة الصائم القائم أحيانا بعض الناس يحصل ثواب المصلين المداومين على العبادة بسبب حسن خلقه وفي المقابل سوء الخلق أحيانا سبب لعدم استجابة الدعاء ولعدم قبول العمل بسبب إساءة الخلق مع الناس فإهانة الناس مثلا قد تستوجب الذنوب الكثيرة وقد تستوجب الآثار العظيمة مع الأسف الشديد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى 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 موسيقى